بسم الله الرحمن الرحيم النون في كلمة ينهى بعدها هاء إذن تظهر هذه النون إظهار حلقي والألف طبعا وقفا مطبي حركتين أرأيت الذي ينهى طبعا التنوين بالنص بعدها همزة إذن وصلا حكم إظهار حلقي أما وقفا نقف على التنوين بالنص بألف مدية تسمى مد عوض يمد حركتين ويلحق بالطبيعي أما وصلا عبدا إذا صلى الصاد حرف من حروف التفخيم وهو مفخة من المرتبة الثانية لأنه مفتوح أما اللام والألف بعد اللام كذلك هي حروف مرققة مستفلة فلا نقول صلى ولكن صلى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى الرأة طبعا مفتوحة إذن هي مفخمة نحذر وننتبه ألا تفخم الهمزة لنقول أرأيت ولكن أرأيت أرأيت إن كان النون الساكنة بعدها كاف إذن هذه النون تخفى إخفاء حقيقي إن كان هذا الألف مقدار حركتين وهذا الألف وقفا حركتين وهذا الألف كذلك وقفا حركتين أما وصلا تسقط همزة الوصل وهذه لام قمرية ساكنة وهذه الألف أيضا كذلك ساكنة يحدث الساكن الأول لأنه حرف مد وذلك للتخلص من التقاء الساكنين إذن عند الوصل من اللام المفتوحة في كلمة علاء إلى اللام القمرية في كلمة الهدى على ال على الهدى على الهدى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى هذه الواو هي واو لينة أمر الرأى كما علمنا مفتوحة إذن هي مفخمة نحذر من تفخيم الهمزة والميم البعض يقول أمر أفخم الهمزة والميم وهذا خطأ هي حروف مستفلة مرققة أما أمر أو أمر بالتقوى من الباء المكسورة إلى التاء المشددة والقاف كما علمنا حرف مفخم وساكن يعني في قلقلة نحذر كذلك من تفخيم الواو لا نقول بالتقوى ولكن بالتقوى لا نفخم الواو والألف كذلك بعدها سيكون مرقق وصلا مد منفاصل أما وقفا حركتين ما الطبيعي أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى الرأى مفخمة والنون هنا ستكون مخفى إخفاء حقيقي كلمة كذب ننتبه ألا تبدل أذال إلى زايل لا نقول كذب ولكن كذب الباء مفتوحة ولكن وقفا تكون ساكنة يعني فيها قلقلة أرأيت إن كذب كذب هذا وقفا أما وصلا طبعا تحرك بالفتحة وتقرأ مفتوحة أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن كلمة ألم فيها ميم ساكنة وكلمة يعلم فيها أيضا ميم ساكنة ولكن الميم في كلمة ألم ستكون مظهرة إظهار شفوي لأن بعدها حرف الياء أما الميم الساكنة في كلمة يعلم ستكون هنا حكمها إخفاء شفوي لأن بعدها حرف الباء إذن هذه مظهرة وهذه مخفاة نقول ألم يعلم بأن وكلمة بأن النون مشددة يعني فيها غن حرقتين وصلا طبعا تسقط همزة الوصل أما لام اسم الجلالة ستكون مفخمة لأنها صبقت بفتح النون المفتوحة الألف الخنجرية في كلمة الله لا ترسم في المصحف ولكن هي ثابتة تمد حرقتين وصلا أما وقفا تكون مد عارض للسكون وكلمة يرى الراء مفتوحة يعني مفخمة والألف سيكون تابع لها وأيضا سيكون هنا مفخم ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة كلا لإن لم هذه النون هي أصلا ساكنة أتى بعدها حرف اللام واللام من حروف الإضغام بدون غنة إذن هذه النون ستضغم في اللام إضغام بدون غنة تذهب فيها النون بالكلية ونقرأ من الهمزة المكسورة إلى اللام لا إل لا إل لم لا إل لم والميم تظهر لأن بعدها حرف الياء أما هذه النون في كلمة ينتهي النون ساكنة أتى بعدها حرف التاء التاء من حروف الإخفاء الحقيقي إذن تخفى هذه النون إخفاء حقيقي الخطأ الشائع إشباع هذه الكسرة حتى تولد منها ياء وهذا خطأ كبير ومنتشر لا نقول ينتهي وكأن فيها ياء هي هاء مكسورة فقط أما عند الوقف تكون هاء ساكنة ينتهي كلا لإن لم ينتهي وأما وصلا تحرك بالكسرة كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية كلمة لنسفعا تنوين بالنص ألم نتعلم أن التنوين يأتي في آخر الأسماء فقط نعم تعلمنا ذلك فكيف أتى هنا في آخر فعل والأفعال لا تنون فكيف هنا أتى الفعل منونا ذكرنا هذا في مقطع خاص وأعيد الآن وأقول أن هذا ليس تنوين هو رسم فقط ولكن في الأصل هو نون التوكيد الخفيفة كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بنون التوكيد الخفيفة ولكنها رسمت على شكل التنوين يطبق عليها الأحكام التجويدية حسب الرسم تنوين بعد حرف الباء إذن الحكم عند الوصل إقلاب أو قلب لا نسفعا بالناصية طيب وعند الوقف عليها نقف عليها كالعادة على تنوين النص بتعويضه بألف بمقدار حركتين يعني وقفا تكون مد عوض لا نسفعا لا نسفعا والنون طبعا حرف مشدد أغن والصاد حرف من حروف التفخيم ووقفا نقف على هذه الكلمة بالهاء الساكنة نحذر من التفخيم النون والألف لأنها جورت صاد مفخمة فلا نقول بالناصية ولكن بالناصية لا نسفعا بالناصية تنوين هنا بعد حرف الكاف إذن هذا التنوين سيكون حكم إخفاء حقيقي ناصية كاذبة أما هذا التنوين بعد حرف الخاء وهو من حروف الإظهار الحلقي إذن يظهر هذا التنوين إظهار حلقي كاذبة خاطئة وهذا التنوين بعد حرف الفاء في كلمة فليدعو إذن حكم أيضا إخفاء حقيقي خاطئة فليدعو إذن تقرأ هذه الآية ناصية كاذبة خاطئة طبعا لا ننسى المدود الطبيعية وحرف التفخيم الصاد والخاء والطاء كلها حروف مفخمة وحرف الذال ننتبه أن لا يبدل إلى زاي لا نقول كاذبة ولكن كاذبة ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية فليدعو نادية هذه اللام الساكنة هي لام الأمر المظهرة علامتها أنها سبقت بحرف الفاء ودخلت على الفعل المضارع فحولته إلى صيقة أمر فليدعو ننتبه لضمة العين ألا تطول ولا تزيد ولا نقول فليدعو هذا خطأ ليست واو ولكن عين مضمومة وعند الوقف تكون ساكنة فليدع ووصلا مضمومة فليدعو نادية كلمة نادية وصلا تكون فيها مد صلة تمد حركتين أما وقفا طبعا نقف على الهاء بالسكون نادية فليدعو نادية سندعو الزبانية كذلك الدال فيها قلقلة والعين مضمومة فقط وليس بعدها واو سندعو الزبانية وهمزة الوصل واللام الشمسية لا تقرأ يعني القراءة من العين إلى الزاي المشددة سندعو الزبانية كلا لا توطعه واسجد واقترب هنا في كلمة توطعه ننتبه أن التاء المرققة جاورت الطاء المفخمة فنحذر من تفخيم التاء لا نقول توطعه هذا خطأ ولكن تو تو توطي لا توطعه حرف العين كذلك أتى ساكنا لابد من إعطاء زمن التوسط مع الترقيق أيضا لا يفخم بسبب الطاء كلا لا توطعه واسجد واقترب طبعا همزة الوصل عرفنا تسقط عند الوصل هنا الدال ساكنة وهي حرف من حروف القلقلة وكذلك القاف وكذلك الباء المفروض أن الباء هنا وقفا ساكنة يعني كلهم فيهم قلقلة واسجد واسجد وق وق تارب رب واسجد وق تارب الرأهنة مكسورة يعني مرققة لفتة لطيفة في رسم كلمة وق تارب نلاحظ في المصحف أن الباء لم يرسم عليها رمز السكون فلماذا؟ أساف ذلك أنها عند الوصل ستضغم في الباء من البسملة بسم الله الرحمن الرحيم واسجد وق واسجد وق تارب بسم الله الرحمن الرحيم وعلامة الإضغام أن السكون يحذف من على الحرف الأول ويشدد الحرف التالي له لذلك سنجد البسملة في الصورة التي بعدها سورة القدر أن الباء مشددة إذن عند وصل سورة العلق بصورة القدر تضغم الباء الساكنة في كلمة وقترب في الباء التي في البسملة ولكن في هذا الوصل لابد أيضا من وصل الآية الأولى من سورة القدر مع البسملة لأنه لا يجوز وصل آخر السورة بالبسملة ثم القطع والبدء بالآية التي تليها من السورة التي بعدها فلا يجوز أن نقول واسجد وقترب بسم الله الرحمن الرحيم ثم أقف وأقول إن أنزلناه في ليلة القدر هذا الوصل وهذا الوقف سيوهم أن البسملة آية من سورة العلق لذلك لابد من وصل البسملة في هذه الحالة كذلك مع أول سورة القدر كلا لا توطعه واسجد وقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر أما وقفا على آخر السورة وعلى آخر الآية نقف على الباء بالسكون مع القلقلة كلا لا توطعه واسجد وقترب وهذه الآية فيها سجد التلاوة عند قراءة كلمة وسجد ورمز سجود التلاوة يرسم فوق الكلمة وليس أسفل الكلمة هذا كان تصحيح سورة العلق أتمنى يكون سهل وبسيط معاكم وأتمنى أكون وفقت في توضيح المعلومات أشكركم نلتقي الجمعة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته